أعزائي من جبل الزيتون الذي يطل على مدينة القدس أورشاليم أريد أن أتحدث عن موضوع في غاية الأهمية المسيح سوف نعرف عن هذا الاسم ولسيما من سفر أعمال الرسل أمور عظيمة حدثة بقوة هذا الاسم أمور خارقة سوف ندرس عن هذا الموضوع بعد قليل أنا موجود على جبل الزيتون الجبل المحبب على قلب المسيح من هذا المكان صعد المسيح إلى السماء ومن هذا المكان أيضا أعطى مأمورية أن يكون له شهود من أورشاليم إلى أقصى الأرض هذا الجبل مثل ما ذكرت يطل على مدينة القدس تستطيع أن ترى من الجهة الأخرى كنيسة يسوع الباكي هذا المكان وقف المسيح بكى ورث أورشاليم وتنبأ أيضا عن خراب المدينة وتنبأ خراب مدينة أورشاليم في سنة سبعين ميلادي اللي بيفصل جبل الزيتون عن البلد القديمة وادي قدرون العظيم هذا الوادي أحباء يطل على الجهة الأخرى أيضا بتشوف أصوار أورشاليم البوابئ الشرقية أو البوابئ الذهبية تستطيع أن ترى البلد القديمة مع كنيسة القيامة في أسفل هذا الوادي تستطيع أن ترى بستان جتسماني أو الجسماني تعني معصر الزيت في هذا المكان صلى المسيح في هذا المكان خان يهوذة المسيح ومن هذا المكان ألقي القبض على المسيح وأخذوه ليحاكم في بيت قيافة أو في قصر قيافة من الجهة الأخرى على جبل صهيون وطبعا التلاميذ امتلأوا من الروح القدس فعلية صهيون على جبل صهيون من الجهة الأخرى أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع الهام أسماء المسيح بعد قليل تابعونا على هذه القناة لمشاهدة رحلة في سفر أعمال الرسل هيا بنا لنكتشف المواقع التاريخية التي بشر فيها الرسول بولس ونكتشف أيضا أمور عجيبة وقصص رائعة عن الكنيسة الأولى شاهد هذه الحلقات الخاصة من حلقات الكنيسة الأولى رحلة في سفر أعمال الرسل أنا موجود أمام كنيسة الجسمانية هذه الكنيسة بنيت فوق بستان جتسماني المنطقة تسمى معصرة زيت في هذا المكان جاء المسيح وصلة في هذا المكان ألقي القبض على المسيح وصار إلى وادي قدرون ليحاكم أمام قيافة وصعد بطرس ويحنى إلى الهيكل لصلاة الساعة الثالثة بعد الظهر فإذا بعض الناس يحملون رجلا كسيحا منذ مولده وكانوا يضعونه كل يوم عند باب الهيكل المعروف بالباب الجميل ليستعطي الداخلين فلما رأى بطرس ويحنى يدخلان الهيكل طلبا أن يتصدقا عليه فتفرسا فيه ثم قال له بطرس انظر إلينا فنظر إليهما متوقعا أن ينال شيئا فقال له بطرس لا فضة عندي ولا ذهب ولكني أعطيك ما عندي باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي وأمسك بيده اليمنى وأنهضه فاشتدت قدماه وكعباه في الحال فقام وافبا وأخذ يمشي ودخل الهيكل معهما ماشيا قافزا يمجد الله وشاهده الناس كلهم يمشي ويمجد الله فعرفوا أنه هو الشحاذ الذي كان يقعد عند الباب الجميل فامتلأوا حيرة وعجبا مما جرى له أعزائي من بستان جتسماني أريد أن أتحدث عن اسم يسوع المسيح اخترت هذا الموقع لأنه مناسب جدا اسم يسوع يسمع بل ينتشر في كل مكان هذا البستان الجميل بستان مقدس لكل المسيحيين تحت صفح جبل الزيتون بنيت هذه الكنيسة تخليدا وتكريما للرب يسوع المسيح أنا موجود في منطقة أورشليم القدس وبالتحديد وادي قدرون خلف أصوار المدينة المقدسة أو المدينة القديمة أورشليم القدس وطبعا عدة أحداث حدثت في هذا المكان كان يأتي الرب يسوع إلى هذا المكان لكي يختلي ولكي يصلي إلى الله كلمة جتسماني تعني معصرة زيت أو قاتش منيم أو تعني الزيت المقطر هذا المكان لأنه اكتشفوا معصرة زيت سميت على نفس الاسم بل بالعكس كل الجبل يسمى جبل الزيتون نسبة إلى نفس الاسم لأن هذه البلاد تشتهر بأشجار الزيتون طبعا أشجار الزيتون له عدة فوائد العصرة الأولى كان يستخدموا الزيت حتى يضيقوا سروج الهيكل العصرة الثانية كانوا يكلوها والعصرة الثالثة كانوا يعملوا منها الصوابين أو الدهون هذا البستان المنظم والمرتب الجميل منشوف فيه 8 أشجار زيتون بعودوا لفترة زمنية قديمة جدا بعض الأشجار كما ترى بعود تاريخها إلى حوالي 2000 سنة وهذه الشجرة من خلفي عمرها تقريبا 2500 سنة نحن نعلم في هذه البلاد أن الشجر الزيتون لا يموت الجذع الخارجي يبتدأ بأنه يموت لكن يطلق غصن آخر أخضر وتبقى شجرة الزيتون على بقاء وعلى إخضرار مدى الحياة ولربما جاء المسيح وجلس تحت واحدة من هذه الشجيرات هذه الكنيسة الجميلة تسمى كنيسة النزاع لأنه كان المسيح ينازع أو يصارع في هذا المكان ويصلي إلى الله وتسمى أيضا كنيسة الأمم لأن عدة أمم اشتركوا بتقديم الهدايا والتقدمات لبناء هذه الكنيسة هذه الكنيسة بنية الكنيسة الأصلية بنية في القرن الرابع في أيام البزنطيين هدمت في سنة 614 في أيام الفرس ثم أعيد بنائها في القرن الثاني عشر أو الثالث عشر أيام الصليبيين ثم أعيد بنائها في القرن الحديث أو القرن الماضي سنة 1920 إلى 1924 اللي بميز هذه الكنيسة أن المهندز بناها بطريقة أن الإنسان لما بيدخل داخل الكنيسة بحس بخشوع ووقار في هذا المكان كيف ولا فنجد الصخرة القديمة التي صلى عليها الرب يسوع المسيح نجد الصخرة عندما كان يصلي ويصارع أن قطرات عرقه أصبحت قطرات دم وهنا في هذا المكان قال يا أبتاه إن أمكن فلتجز عني هذه الكأس ولكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك في هذا المكان بطرس استل السيف وضرب عبد رئيس الكهنة في هذا المكان جاء يهودة الإسخريوطي وسلم المسيح بقبلة من هذا المكان جاء الحرس وأخذوا يسوع في طريق وادي قدرون إلى بيت قيافة لكي يحاكم أمام المجمع مجمع السنهادريم ولكي يحاكم المحكمة الدينية كل هذه المنطقة تعبر عن قداسة وعن رهبة معينة المنطقة التي صار عليها الرب يسوع له المجد أريد أن أتحدث عن هذا الاسم العظيم قبل أن أبتدأ اسمع ما قال الرسول بولوس فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا الذي إذ كان في سورة الله لم يحسب خلصة أن يكون معادلا لله لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب لذلك رفعه الله وأعطاه اسما فوق كل اسم لكي تشتب اسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ويعترف كل لسان أن يسوع هو رب لمجد الله الآب عزيزي سأواصل بعد قليل هل اختبرت قوة هذا الاسم؟ هل اختبرت عمل هذا الاسم؟ هل اختبرت طبيعة هذا الاسم؟ وكنا في أحد الأيام ذاهبين إلى الصلاة فصادفتنا جارية بها روح عراف وكانت تجني من عرافتها مالا كثيرا لأسيادها فأخذت تتبع بولوس وتتبعنا وهي تصيح هؤلاء الرجال عبيد الله أعزائي واصل حديث من بستان جتسماني دراستنا من سفر أعمال الرسل عن اسم يسوع طبعا اسم يسوع اسم على مسمى عندما جاء الملاك وبشر القديسة مريم العذراء قال لها يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم وسفر الأعمال سفر أعمال الرسل يذكر عن اسم يسوع مرارا وتكرارا رح نعرف عنه بعد قليل فهذا الاسم يحمل معه أكثر من الهوية الشخصية هذا الاسم يحمل معه الجلال والسلطان القوة والقدرة والسمعة أيضا عندما يقول شخص يمكنك أنك تستخدم أو تستعمل اسمي قل له فلان باسم كده كده أرسلني لعندك وتصور أن يكون وزير أو رئيس دولة أنه يقول لك استخدم اسمي فوراء هذا الاسم فيه جبروت فيه قوة فيه عظمة وفيه تحقيق للمقاصد أنه ممكن يتم لأنه بتحمل معه أكثر من الهوية الشخصية بتحمل معه السلطان والقدرة هذا السلطان لأن المسيح هو ابن الله الأزلي هذا يسوع المسيح ولكنه أيضا ابن الله لأنه حصل على هذا الشيء بجدارة بعد ما أكمل عمل الفداء أكمل عمل الفداء قال يسوع للتلاميذ هنا في هذه المنطقة دفع إليك كل سلطان في السماء وعلى الأرض سلطاني أعطيكم أن تدوسوا حيات وعقارب سلطان المسيح أي مخول للتلاميذ أن يجروا بالتحديد أو بالضبط ما فعل يسوع شخصيا ومع هذا السلطان استخدم التلاميذ الاسم أن يمجدوا أن يرفعوا أن يروا أمور عجيبة وخارقة بهذا الاسم لأنه باسم الرب يسوع المسيح هذا الاسم بسلطان يسوع عندما كان على الأرض استخدم هذا السلطان في صنع المعجزات في التعليم في العواصف في أي مكان دخل كانت الناس تحس بسلطان المسيح وهكذا الذي يحمل اسم المسيح يتمتع بهذا السلطان القوي إن هذا الاسم أحباء هو فوق كل رياسة وفوق كل اسم يسمى ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل كما قال الرسول بولوس إلى أهل أفسوس أي أن هذا الاسم يستحق استجود وعبادة في هذا الدهر وفي كل مكان شغل الكنيسة الأولى في سفر أعمال الرسل أن اسم المسيح يتمجد في كل مكان وكانوا حرصين أن الناس لا تدرك أي شيء آخر سوى معرفة هذا الاسم عندما وقف التلاميذ أمام المجمع وسألوهم بعد صنع المعجزة في هذا المكان بأي اسم فعلتما هذا؟ طبعا كان جواب بطرس والتلاميذ باسم يسوع المسيح أعزائي هذا الاسم عظيم جدا يحمل السلطان والجلال وكل الجبروت فنحن نعمل عدة أشياء بهذا الاسم نكرز بمغفرة الخطايا باسمه في إنجيل لوقة صحاح 24 حتى يؤمنوا ونصلوا على حياة باسمه يحنى صحاح 20 حتى الخدمات الصغيرة تعطي كأس مارد بارد باسم يسوع المسيح في مرقص 9 تقبل ولد باسمه في متة إصحاح 18 لكن في هذا الاسم أحبائي توجد استجابة الصلاة نسأل باسمه في الصلاة أو بالصلاة في إنجيل يحنى الإصحاح الرابع عشر وخمسطعش وستعش في إنجيل يحنى خمسطعش آية ستعش مكتوب ليس أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر كثير ويدوم ثمركم لكي يعطيكم الآب كل ما طلبتم باسمه عندما تصدقوا إلى الله الآب باسم الرب يسوع المسيح وبقوة الروح القدس لابد أن تحصل على استجابة الصلاة وكان الله يجري على يد بولوس معجزات عجيبة حتى صار الناس يأخذون إلى مرضاهم ما لامس جسده من مناديل أو مآزر فتزول الأمراض عنهم وتخرج الأرواح الشريرة وحاول بعض اليهود المتجولين الذين يطردون الأرواح الشريرة أن يستخدموا اسم الرب يسوع فكانوا يقولون للأرواح الشريرة آمرك باسم يسوع الذي يبشر به بولوس وكان لأحد رؤساء كهنة اليهود واسمه سكاوى سبعة أبناء يحترفون هذه الحرفة فأجابهم الروح الشرير أنا أعرف يسوع وأعلم من هو بولوس أما أنتم فمن تكونون فهجم عليهم الرجل الذي فيه الروح الشرير وتمكن منهم كلهم وغلبهم فهربوا من البيت عراتا مجرحين فسمع أهل أفاسوس كلهم من يهود ويونانيين بهذه الحادثة فملأهم الخوف وتعظم اسم الرب يسوع فجاء كثير من المؤمنين يعترفون ويقرون بما يمارسون من أعمال السحر وجمع كثير من المشعوذين كتبهم وأحرقوها أمام أنظار الناس كلهم وحسبوا ثمن هذه الكتب فبلغ خمسين ألف قطعة من الفضاء وهكذا كان كلام الرب ينتشر ويقوى في المفوس أعزائي واصل حديث من سفر أعمال الرسل عن اسم يسوع المسيح من بستان جتسماني في مدينة القدس أورشليم بالعهد القديم لما كان يسأل على الاسم كان ملاك الرب يجيب لماذا تسأل عن اسمه وفي موضع آخر لماذا تسأل عن اسمه وهو عجيب ما اسمه واسم ابنه إن عرفت فكان معروف أنه بيتحدث بالنبوة عن الابن عن الرب يسوع له كل المجد لماذا تسأل عن اسمه وهو عجيب في الشعياء إصحاح تسعة آية ستة مكتوب يدعى اسمه عجيبا وأيضا يقول كتاب اسم الرب برج حصين يركض إليه الصديق ويتمنع إنه اسم عظيم جدا اسم فريد اسم عجيب هذا الاسم في سفر أعمال الرسل نرى عدة أمور أنه الرسل أجره بقوة هذا الاسم صنع بطرس الرسول معجزة شفاء ليس ببعيد عن هذا المكان في منطقة الهيكل في سفر أعمال الرسل إصحاح ثلاثة وبالتحديد آية كان في شحاد بيستعطي قال له بطرس ليس لي فضة ولا ذهب ولكن الذي لي إياه أعطيك باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي ففي الحال شف يا ذا الإنسان فإذن اسم يسوع المسيح يشفي من المرض فعندما جالوا التلاميذ مبشرين بالكلمة كانوا يشفوا المرضى والضعاف باسم الرب يسوع المسيح أي اسم يخلص مثل ما قلنا يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطياهم يخلص من الخطية في سفر أعمال الرسل إصحاح أربعة آية اطناعش مكتوب وليس بأحد غيره الخلاص لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص هذا الاسم اسم يسوع المسيح عندما تؤمن باسم ابن الله تحصل على حياة أبدية باسمه تنال غفران الخطايا كما يقول سفر أعمال الرسل إن اسم يسوع يخلص من الخطية الخطية اللي شوهت ألوثت حياة هاء الإنسان فاسم يسوع يخلص هذا هو اسم بل هذا هو عمل يسوع المسيح أن يغفر الخطايا باسمه وأن تحصل على الخلاص بهذا الاسم ثم اسم يسوع المسيح أعزائي يحرر من الأرواح الشريرة عندما كان بولوس وسيلة في منطقة فليبي كان في جارية عليها روح عرافي كانت تصرخ وتضايق بولوس أخيرا التفت بولوس إلى روح العرافة إلى الجارية وأمر هذا الروح أنا آمرك باسم يسوع المسيح الناصري أن تخرج منها فخرج بالحال إن اسم يسوع يرعب مملكة الشر بل يرعب الجحيم بل يرعب كل الشياطين بل الناس تتحرر بهذا الاسم ألم يقل الرب يسوع المسيح له المجد اذهبوا وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها من آمن واعتمد خلص ومن لم يؤمن يدن هذه الآيات تتبع المؤمنين باسمه يضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون إنه أعظم اسم إنه أفضل اسم عبرانيين واحد خمسة إنه فوق كل اسم هذا الاسم يحقق مقاصد الله في حياتنا هل بتعيش حياة الضعف أو حياة الهزيمة أو حياة الفشل أنا أدعوك إنك تختبر هذا الاسم بعد المعجزة اللي حدثت في أورشليم عندما شف بطرس الشحاذ في الصحة الثالث باسم الرب يسوع المسيح أخذوهم ليحاكموا أمام المجمع فنرى أن الرسل دافعوا عن هذا الاسم باسم يسوع فعل هذا المجمع للأسف الشديد قاوم هذا الاسم قالوا لا تتكلموا عن هذا الاسم لكن شكرا للرب الكنيسة كانت تدعو وتفتخر بهذا الاسم إن اسم يسوع قوي اسم على مسمى عندما تدعو باسم يسوع المسيح تتغير حياتك تتحرر من الظلمة ومن قوة الشيطان وبتحصل على الحياة الأبدية عزيزي سأعود بعد قليل أعزائي لسنين عديدة معظم المسيحيين في أحد الشعنين أو أحد الصعوف بيحتفلوا سيرا على الأقدام من بيت فاجي من جبل الزيتون نزولا في هذا الطريق طريق الكنائس من الجهة الأخرى كنيسة يسوع الباكي عندما بكى ورث أورشليم طبعا هذه الكنيسة كنيسة النزاع وكنيسة الأمم في كنيسة بستان جتسماني وطبعا من الجهة الأخرى الكنيسة الروسية كنيسة مريم المجدلية القبب المذهبة نزولا من هذا الطريق دخولا إلى بلدة القدس القديمة حتى يحتفلوا في أحد الشعنين فليعلم بني إسرائيل كلهم علم اليقين أن الله جعل يسوع هذا الذي صلبتموه أنتم ربا ومسيحا فلما سمع الحاضرون هذا الكلام وخزتهم قلوبهم فقالوا لبطرس وسائر الرسل ماذا يجب علينا أن نعمل أيها الإخوة فقال لهم بطرس توبوا وليتعمد كل واحد منكم باسم يسوع المسيح فتغفر خطياكم وينعم عليكم بالروح القدس لأن الوعد لكم ولأولادكم ولجميع البعيدين بقدر ما يدعو منهم الرب إلى هنا عزيزي في الختام أتحدث من جبل الزيتون عن هذا الاسم العظيم اسم الرب يسوع المسيح هل اختبرت قوة هذا الاسم؟ هل اختبرت عمل هذا الاسم؟ هل اختبرت طبيعة هذا الاسم؟ إنه المحبة المتجسد؟ إنه المخلص؟ إنه المحرر الأعظم له السلطان والسيادة المطلقة الكاملة على حياة الناس بهذا الاسم تستطيع أن تحقق مقاصد الله لكن من خلال هذا الاسم تستطيع أن تنال غفران الخطايا وتستطيع أن تنال الحياة الأبدية تستطيع أن تمتلئ من قوة الروح القدس وتستطيع أيضا أنك تواصل بحياة النصرة والغلبة باسم الرب يسوع المسيح لربما أنت تشاهد هذه الحلقة تشعر بفشل وتشعر بإحباط بل تشعر بخوف ولربما أنت تعاني من مرض معين مرض جسدي أو مرض نفسي ولربما حياتك بتشعر أنه مش ناجحة وبتشعر أن الخطيئة لوثت حياتك وبتشعر أن الخطيئة هزمتك وعايش إنسان ذليل ومهزوم أدعوك لتختبر هذا الاسم باسم الرب يسوع المسيح وصلي من كل قلبي أنك تحصل على هذا الشفاء على هذه الخلاص على الحرية بواسطة المسيح وصلي بقوة هذا الاسم أنه الله يباركك ويبارك بيتك وحياتك أيضا تختبر نصرة المسيح وقوة المسيح في حياتك أدعوك أنك تفتح قلبك ليسوع المسيح تدعوه ربا وتتوجه ملكا على حياتك ومن هذه اللحظة تبتدي تعيش لهذا الشخص العظيم الجليل الرب يسوع المسيح وتختبر قوة وحضور هذا الاسم في حياتك حتى ترى أن هذا الاسم بالفعل يعطي الحياة الأبدية ويباركك في الحياة الحاضرة أيضا على فكرة أحب أسمع منك يمكنك أن تتصل هاتفيا أو تكتب بألنا حتى أسمع منك إلى اللقاء والرب إيباركك في الحلقة القادمة من برنامج رحلة الكنيسة الأولى سوف نتحدث عن ملخص صفر أعمال الرسال هل لديك سؤال أو تعليق على حلقة اليوم؟ هل تريد الحصول على مديد من المعلومات عن الحقاقة التي شاهدتها؟ لا تتردد في الاتصال كما يمكنك الاتصال أيضا تليفونيا على أو من داخل مصر أو من شمال أمريكا أو أمريكا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة